مرحبا برج العذراء بشكل عام برج العذراء أحسك أنت والشريك بعدين تمرون نفس تقريبا نفس الأمور اللي اللي قاعد تمنعكم من الالتقاء في الوسط حاليا هي نفس الأمور ومحتاجين أن تتخلصون منها في هاي الفترة وأحب ذكرك بشي يا برج العذراء أنت من أكثر الأبراج اللي محافظة على طاقتك النقية داخل يعني دائما تحسن الظن في الناس دائما لحد الآن عندك أمل في الناس وترى دائما جانب الأفضل من الناس وبالتالي تعطيهم الكثير من الفرص تقريبا فرص يعني بعدد غير محدود من الصعب عندك يا برج العذراء على كثر ما أحنا نحبك ونحتاج طاقتك الجميلة معانا ولكن الأشخاص الخاطئين يقومون باستغلال طاقتك الجميلة طاقتك النقية فوصلت أشوفك هنا في البداية لمرحلة أن تؤمن بالحب ولكن استسلمت عن الحب يعني من النوع اللي تتشوف الحب لن يحدث لك أنت يحدث للآخرين بشكل يومي تسمع عنه طوال الوقت وتؤمن أنه موجود فعلا وصلت مرحلة بسبب الأشخاص الخطأ أو المواقف الخطأ اللي أنت موجود فيها حاليا لمرحلة أنك مخدول في الحب فأول نقطة عشان أصير اللقاء بين أشوف طاقتك فوق أنت وطاقة الحبيب تحدي عشان أصير اللقاء في الوسط أثنينكم أنت والشرك يجب عليكم التخلص من أمور حولكم لا تفيدكم تستنزف طاقتكم هاي اللي قاعدة أشوفه سواء الشريك شخص جديد رح يدخل حياتك الشخص من الماضي الشخص كان دائما موجود حولك ولكن ما كان في بينكم علاقة بغض النظر عندك التمبرانس أو البلانس طاقة الشفاء أو التعافي هي طاقة برج القوس ولكن الأبراج يعني غير مهمة في هاي القراءات يعني أنا أشوف أي حد ممكن ياخذ طاقة أي برج ثاني جدا هادي فعندك ستة الأغصان وهي أيضا طاقة نارية أرى أنك يا برج القوس صال لك فترة صال لك فترة عشان شدي أنا احتمال أشوف أن هذا الشخص كان دائما موجود في حياتك حتى لو خلف الكواليس حتى لو بصورة مؤقتة حتى لو من بعيد حتى لو بدون علاقة ولكن كان موجود من بعيد في محيطك أوكي لأن أنت عندك ستة الأغصان اللي قاعدة أشوفه أنك محاط بالكثيرين الكثير من الأشخاص يحبونك وأنت محبوب مثل ما قلت لك إياها طاقتك جدا مطلوبة ومؤثرة على الجميع أشخاص كثيرين محاطين بك دائما يحتفلون فيك يعزمونك يتفاعلون معاك وأنت المتوج فأنت بالنسبة لك صعب أن تترك هذا الحشد اللي عبارة أن كله عن معجمين اهتمام أصدقاء علاقات وتأفر الحشد يعني بالنسبة لك الكرت هاي يقول لك انظر فعلا إلى الأشخاص المحيطين بك الأشخاص اللي قاعد تستمتع معاهم وتقضي معاهم وقت وتستثر فيهم انظر لهم وحاول تكتشف من هم الأشخاص وما هي نواياهم خلف الأقنعة اللي يلبسونها هل جميعهم يردون لك السعادة والخير لأن هاي الكرت أحصى قتل بعضهم مثل الأسرة الأب والأم طبعا لو كانوا موجودين في محيطك طبعا يصفقون لك يردون لك الخير ولكن أيضا اختلط الجيد بالسيئة عندك هنا انطاقتك نقية في بعض الأشخاص طاقتهم نقية ولكن استغلوا الفرصة أشخاص ثانين وممكن يكونوا من أفراد الأسرة المعارف صداقاتك أي أشخاص محيطين زملاء عمل دائما أحسهم شاغلينك عن شيء أهم وجودهم يعني مثل ما نقول إحنا العدو اللي لابس رداء الصديق دائما يشغلونك عن شيء مهم شيء جدا غاية في الأهمية يعني كأنك أنت تشوف الشمس تشوف سعادتك كويك بديت تاخذ أول خطوة تجاهها هاي الأشخاص على طول يلاحظون لأنهم دائما نحولك يدخلون حياتك يدخلون مرة ثانية يسحبونك بقوة وقلولك بدل ما تقعد تطالع الشمس يلفتون انتباهك لشيء ثاني احتمال خلال روح نتسوق أو فلانة فلانة صار معاها هذا الشيء الأسبوع اللي فات على طول شتتون انتباهك عن الشيء اللي المفروض أنت تروح له شين المفروض الشيء اللي تروح له أنت عارف أحسنا على مستوى معين أنت عارف أن هذا الشخص موجود وهذا الشخص ينتظرك وناطر منك أنت يعني جواب ينتظر ردة فعل أو حركة منك تعطيه الضوء الأخضر عشان هو يتحرك اتجاهك لأنه فعلا أيضا يراك أنه أنت جدا مشغول إنسان بري بيزي ومشهور ومحاط بالأحباء والمعجبين وما عندك احتمال وقت له ولكن أنت تعرف أنه في النهاية التمبرنس هي مثل الملاك ماسكة كوبين في يدها كوب فيه أتوقع نار كوب فيه ماء وقعدة تحاول تخلطهم بطريقة متزنة عسان تحافظ على الكوبين شيء شدي فالسؤال اللي لازم تطرحها على نفسك ولأنه جدا لدينا طاقة أكواب كثيرة ما تتوقع أنه حان الوقت أنه أنت فعلا تختار كوب من هالكوبين تختار اتجاه وتمشي فيه عشان توصل للمستقبل اللي أنت حلم فيه وأيضا لديك كرت الرليس الموت كرت الموت في هاي التارو سمينا رليس معناه تغير الأشياء معناه أن أنت لازم تترك الأشياء اللي ما عادت تخدمك اللي ما عادت تصب فيه مصلحتك أحس أن هاي الشيء اللي فيه اللي صاير عندك ورا صال لفترة طويلة بحيث أنه صعب حتى بالنسبة لك أنه تغيره تعود على هاي الأشخاص ما تتخيل حياتك بدونهم ممكن يكون شخص فقط معين واحد الله أعلم ولكن أنت اللي لازم تقرر القرار لازم ينبع منك أنت رليس الملاك المسؤول لأنه أزرائيل أزرائيل وعندك عشرة الأخصان وعندك الهيرمت بالضبط مثل الكلام اللي قلت لك قاعد يتردد في كل الكرتات احنا بنروح فعلا لمواصفات الشريك بس هل حين إذا مثلا قلت لك مواصفات الشريك واحد اثنين ثلاثة ما يهمك شنو المفروض تسوي عشان توصل للشريك لأن تأكد أن الشريك حاليا موجود على وجه الكرة الأرضية شنو اللي يمنع التقاءكم هذا هو السؤال الأهم وراء هاي القراءة حتى لو بعض الناس فقط يدخلون القراءة عشان المواصفات الشكلية عشان لما يدخل حياتهم يعرفون شلون يتصرفون متى بأول ترتب حياتك عشان لما يدخل هذا الشخص فعلا تحصل السعادة بدل ما تتكرك بالأمور أكثر متى بتكون جاهز هاي السؤال لك انت الحين شئت أم أبيت انت وصلت مرحلة ما تقدر فيها تمشي خطوة زيادة عندك عشرة الأقصان مثقل كهلك عندك عب الأمور مع هذي لك الأشخاص مع الوضع اللي انت فيه وصلت لمرحلة المفروض توقف ما راح تقدر تاخذ خطوة وحدة إلى الأمام وهاي الأشخاص احتمال ما يكون بس أشخاص احتمال يكون نمط حياة معين عندك نمط صرف متعود كثير على السفر على الأكل الكثير على الحياة الاجتماعية جدا أنت اجتماع ضيادة عن اللزوم بحيث أنه ما عندك خصوصية عشان يدخل هاي الشخص حياتك وتأثر السبب انت حاليا وصلت لمرحلة بستوب ما تقدر تاخذ شخص واحد زيادة موقف واحد زيادة وتتم تتحرك إلى الأمام أي شيء تسوي في هاي الفترة قبل ما تدع هاي الأشياء تموت تنتهي ما رح تتقدم إلى الأمام كاملة ولكن في الحقيقة أنت قاعد تدور في سيركل أنت في دائرة مو قاعد تطلع منها شلون أنت تراكب هنا على الأحصان المفروض الطاقة الطبيعية أنك تتحرك تجاه المستقبل ولكن إذا ما كان في تغيير حقيقي اللي قاعد يصير أنك ترجع ترجع لنافس الموقف وتلف تلف تلف مع نفس الأشخاص أو مع نفس الشخص أنت حدد وضعك أنت اللي ممكن تقدر فعلا تجاوب هالسؤال هل هم عدة أشخاص؟ هل هو إدمان معين على الاهتمام؟ هل هو أنت قاعد تعطي الآخرين الكثير من الوقت؟ ما عندك وقت حق نفسك وحق علاقتك الشخصية؟ علاقة العمر؟ لا تنوهم أنت قاعد تتقدم للأمام تحس أن لا لا أحاول أني أوثق بين القديم والجديد قابل وبعد ما تقدر أنت في النهاية قاعد ترجع نفس الاتجاه نظل ما قد لك الإرادة الحرة تغلب كل شيء وإحنا كلنا نحبه برج العذراء كل الناس تحتاج طاقته شوف طاقة الأكواب هو برج ترابي ولكن طاقة الأكواب عنده وجوده يمثل السعادة في حياة كثيرين فأنا لا أقول لك أن تتوقف عن إسعاد نفسك والآخرين لا مجرد خد بريك تحدد فيه فعلا من الأشخاص اللي تحسهم أن الدائرة مغلقة معاهم العلاقة مو قاعدة تفيدك قاعدين يأخذونك ما يعطونك من؟ لأن وقت اللي تسوي هالشي راح تتحول أنت إلى ملك الأكواب بغض النظر عن الجنس طبعا تعرف ممكن أنت تكون الأنثى وطاقتك طاقة الملك الفرق بين الملك والملكة الملكة تعتمد أكثر على أظهار المشاعر طريقة واضحة أكثر الملك يكون دايريكت ويظهر مشاعره بالأفعال ما يكون جدا عاطفي يكون متزن أكثر ولكن أثنينهم لما يظهرون في القراءة بهذه الطريقة أثنينهم متوازنين ومتكافئين بما أنكم أثنينكم ملك وملكة الأكواب أرأيكم تقريبا احتمال من نفس الدولة نفس المذهب نفس الدين نفس الثقافة أو حتى نفس طريقة التفكير تعرضت لنفس المواقف وهو أيضا تعرض لنفس المرحلة وهو حاليا يمر بنفس المرحلة اللي أنت قاعدة تمر فيها بس وهو أحس سواعي أكثر أن التغيير لازم يكون ولازم يكون موجود ولحينه سريع ملك الأكواب راح تكون أولا سعيد من أجل نفسك لما تسوي هالشي أنت راح توصل مرحلة سعادة أو الذوق سعادة ما ضكتها قابل بهالطريقة أنا راح تنبع من الداخل مو من الاهتمام الخاطئ من الأشخاص الخطأ راح احتمال تجد أيضا سعادة في مشاريع أن تركتها أو ما كان لك وقت تعتني فيها دائما نكون عندنا حرفة أو هوايا نحب نسويها مع الوقت نهملها عندما ننشغل بالحياة الاجتماعية في احتمال أنك بالعكس هالفترة ترجع لهذه الأمور وتشوفها بالعكس تثمر معاك ولكن طاقة الرحيل عن ما لا يخدمك أساسية ثمانية الأكواب هذا الشخص وصل لمرحلة ثمانية وهو عديد عدد كبير من الأكواب يعني بعد الثمانية تسعة وعشرة وخلاص يكتمل الطقم ولكن طاقة الثمانية تقول لك لازم ترحل عن الأشياء الأشخاص المواقف الذي لا تخدمك مو قاعدة تساعدك أن تنضي قدما لأن هاي المرحلة مرحلة ستك عالق متوقف متجمد أنت في هاي المرحلة عشان توصل لمرحلة التسعة والعشرة يجب عليك أن ترحل عن ماذا ترحل؟ قلت لك من شوي الأشياء الأشخاص الذين لا يساعدونك على المضي قدما يأخذونك فقط في دوائر في العلاقة دائرة 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 ترجع لنافس الموضوع الحبيب أو الشريك أشوف بصراحة أن هاي الشخص حتى لو ما دخل حياتك ولكن ملاحظك من بعيد ينظر إليك من بعيد أحتمال ألتقى فيك صدفة في مكان عام يعرف أحد من معارفك أهلك بشكل أيضا بعيد ولكن هذا الشخص يعرف كيف يصل إليك أحتمال يعرف وين بيتكم يعني ما عارف من بعيد شيء جدي أحتمال أنت أيضا ما لاحظت جدا مشغول عزيزي برج العذرة ما لاحظت اللي سألوا واللي هتموا جدا بالمواصفات الشكلية أشوفها ولكن طبعا المواصفات ما راح تكون نفس الشي للكل أشوف إنسان أحتمال بشرتها تكون حمطية إلى بيضاء شعر غريض وفيه شامة كبيرة أما في منطقة الوجه أو المنطقة العلوية من الجسم بياضة أول شيء راح تلحظه في هالشخص بياضة مع الشامة جدا راح يلفلتون انتباهك شكليا مشارط يعجبونك بس راح يلفتون انتباهك أول شيء راح تلحظه في شكلك الصورة مو واضحة حاولي أقربها ولكن مو شرط يعني إذا تقدم لك أو أتى في دربك شخص تقريبا يحمل كل المواصفات اللي أنت تحلم فيها وشخص جيد مو معنات أنه ترفضها لأنه ليس لديه شامة لأنه مو هو الشخص اللي في القراءة نهيما نحكم عقلك أوكي؟ هذا الشخص ليش أقول لك أوه هو لاحظك وأنت لم تلاحظه هو لاحظك من بعيد عندك النجمة النجمة بعيدة وأبعد حتى من الشمس بالعادة عشان تريد تكون نجمة رأيك من بعيد وشاف حياتكم مع بعض يعني اللحظة اللي شافك فيها أو لاحظ حتى تصرفاتك بسرعة قرر أنه فعلا أنت تحقيق لكل أمنياته أنت الشريك اللي يقدر يبني معاه حياته هو يراك يعني مثل الحلم أشوفه حاليا احتمال ما بينكم تواصل ولكن هو دائما تفكير فيك دائما يتخيل يعني بالعادة المرأة هي التي تفعل ذلك ولكن بالعكس الرجل يقدر يسوي هذا الشيء لأنك بعيد عنه دائما يتخيل حياته شلون بتكون معاك حيات زوجية حيات اللي انت تعيشون فيها مع بعض قاعد يتخيلها وبكثرة ولكن الخبر الجيد أن هذا الشخص التغيير بالنسبة له رح يكون أسهل هو أيضا يحتاج أن يرحل عن أمور مع عدد تخدمه أو أشخاص بالنسبة له أمور أكثر من أشخاص هو محتاج يرحل عنهم عشان يصير اللقاء في النص عشان يكون جاهز ولائق إنه يلتقي فيك لأنه عنده أربع خماسيات والتاور مرحلة سقوط البرج وعنده الكوب هذا الشخص عنده كوب الكوب رح يقدمه لك كحب كعرض زواج كعرض استقرار ارتباط ولكن هو يعرف يعني أحسه واعي أكثر منك بالتغييرات التي لازم تصير وعي أكثر منك من هالناحية يمكن لأنه صريح مع نفسه أكثر ويكون من برج ثاني برج احتمال برج مائي لأنه دائما متواصل مع نفسه ومشاعره انزل عنده أربع الخماسيات و هاي الشخص يعرف من زمان من زمان عنده كامل العلم إن الأشخاص والمواقف والطريق اللي هو عليه في السابق لا يخدمه لا يساعده وما راح يوصله لك وما يقدر يستمر فيه إذا كان فعلا يبي حياة معاك إن كانوا أشخاص من علاقات سابقة إن كان زواج سابق إن كان تعلقات نمط حياة معينة حياة السفر حياة الاستقلال بغض النظر ما تمثله أربع الخماسيات بالنسبة له الشخص يعرف إن تغيير 180 درجة يعني لازم يهد البرج من أساسه والبرج بنيان والبنيان يأخذ وقت وجهد لكي يبنى فصعب إنك تهدم برج في لحظة واحدة ولكن البرج يمثل هاي التغيير المفاجئ لازم يكون فيه تغيير عنيف في هاي المرحلة عند هاي الشخص عشان ويتخلص من كل الأشياء اللي ما تساعده هو أيضا لديه أشوف إن لديه لمنه هي طاقة أكوب عنده يعني مثل خذلان ولكن أكثر منك هو عنده تخوف صاير من الحب عندك خذلان هو عنده تخوف ولكن يعرف جدا إن هذا الشيء هو المطلوب وأشوف أيضا راح يتخذ عشان لا يتم مثلك في هالدائرة راح يختصر على نفسه و راح ينهي الموضوع بسرعة جدا وبفاجأة مثل ما يقول لك نزع الضمادة أنت راح تنزع الضمادة عن نفسك ولكن ببطأ بألم راح تحس بكل شبر ألم كل جزء هاي الشخص أيضا يعرف إنه لازم ينزع الضمادة راح يختصر على نفس الموضوع يخلي البرج يقع يفعل ما يريد أن يفعله ما يجب أن يفعله وينهي الموضوع ويأتي لك جاهز بكوب صافي من الحب وعرق من القلب بنواية طيبة عندك وينهي الملكة ممكن تكون رجل ممكن تكون مرأة الملكة واضحة أكثر في مشاعرها فممكن وهو يجيك يقول لك يوضح لك مشاعره يوضح لك نيته في يده الملكة أو الملك قاعد ينظر إلى هاي الكوب كأنه ينتظر اللحظة المناسبة اللي يحس ظروف مناسبة عشان يقدم لك هاي الكوب قاعد ينظر إلى الكوب يترقب يترقبك أنت أيضا أنت مثلا راح تكون مستعد عشان يعطيك هذا الكوب لأن شوف أنت حاليا مشغول ومس بالأشخاص حتى بالأكواب الرسالة جدا مترابطة لك انت مشغول عندك أكثر من كوب في يدك لو عطاك كوب في هالوقت في هالظروف حاليا وين راح تضعه؟ على الطاولة؟ على الطاولة لا يعتبر قبول لعرضه صح؟ لازم يدك تكون خالية تكون مستعد على نفس مستواه من الطاقة والاستعداد عشان يعرض عليك حبة بعد هاي المرحلة أشوف أنت طبعا راح يكون في لقاء راح يكون في بداية جديدة لكم أثنينكم والأمور راح تمشي بسلاسة يعني بسرعة وسلاسة الماء سلس وسريع في حركته ما راح تتأخر اللحظة اللي راح ينهد فيها البنيان القديم لكم أثنينكم بسرعة الأمور راح كل شي يقع في مكان الصحيح وبسرعة بالنسبة لكم فاللحظة اللي احتمال تعلنون فيها خطوبتكم أو الأشخاص شوفوا الطاقة جدا غريبة انت عندك هني ستة الأخصان هني خمسة الأخصان قلت لك القراءة جدا مترابطة اللحظة اللي انت انسحب فيها من هاي الصورة الصورة راح تكون خمسة أخصان هاي الأشخاص بالنسبة لهم خسروك راح يفتشون يدورون عن سبب لماذا خسروك لماذا أنت الحين مموجود مثل أول مشغول شنو اللي شغلك الحين هم متعودين ان هم يكونون شغلينك راح تتحول إلى خمسة الأخصان يخسرونك من الصورة صح؟ وتكون مستعد لوحدك الغصن الواحد الصغير راح تكون مستعد لوحدك مع هاي الشريك للبداية الجديدة هاي الأشخاص راح يضلون يحمون حولك أكثر من الشريك لأن الشريك راح يهد البنيان من أساسه ما راح يستعمل حل البرج العذراء انطاقتك كيود راح احتمال تنسحب من عندهم هذا راح يهد البنيان ينهي الأمور من جذورها فهي الأشخاص أتوقع عنهم من محيطك أو محيطة أتوقع من محيطك أكثر أو من محيطة بس حاطين بالهم عليك أكثر أنت راح يتمون حمون حولك أن تشوف أنت واقف بيدك العرض الجديد من الحبيب الشرارة الجديدة نستعد للخطبة صار الكلام عن عقد القران هاي الأشخاص راح يدخلون مثل الوسواس مثل بليس الرجيم من الكواليس من الوراء راح يحاولون يردون يسحبونك لنقطة الصفر يردون يوسوسون لك يخوفونك يشككونك في نوايا هاي الشخص يشككونك في قرارك ممكن يسوون الفحيلة أنا قاعد أعطيك مجرد أمثلة عشان هاي نصيحة جدا مهمة لك في حاج المستقبل لما تترك هاي الأشخاص يرجع رقمهم لخمسة كن جدا حذر أن تفق يعني جدا حذر وين تضع ثقتك ثقتك اسحبها من أغلب الأشخاص وضعها في الأشخاص اللي مليون في المية مستحيل يخونونه مستحيل أن يتمنون غير الأفضل لك مثل الأم الأب الأخ 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 يعني كن جدا حذر في مرحلة ما بين لقائكم الارتباط وما بين خلاص عقد القران والزواج هاي مرحلة أشوفها جدا حرجة راح يأتيكم الكثير من الكلام الوسوسة البوضاء يحاولون يخربون بينكم الناس اللي نوعيتهم فوعلين خير ووصلوا لكلام كلامهم كله كذب هاي نوعية احذر منهم عزيزي برج العذراء راح أسحب لك كرت أخير طبعا نصيحة موجهة لك أنت أتمنى القراءة تكون جاوبة على أغلب أسئلتكم بس صعب بالنسبة لي أركز على المواصفات الشكلية لأنها جدا تختلف بالنسبة للكلب في النهاية المضمون هو ما يهم ليس الشكل صراحة كرت راحة برج العذراء برج اللاصيحة برج العذراء برج العذراء برج العذراء برج العذراء يقول لك هنا اللمسة الرسالة لك هنا أنه حاول تلمس قلب هذا الشخص حاليا يعني ليس شرط اللمسة فقط تلمسه جسديا حاول تلمس قلبه خصوصا قبل مرحلة الإرتباط حاول تلمس قلبه لأن هذا الشخص قلت لك شوي عنده خوف يعني حتى لو يدري أنك مثلا راح تقبل عرض الزواج لكن عنده خوف أنه أنت ما تحبه عنده خوف أنه أنت فعلا لا تريد كشريك أو ليس خيارك الأول كشريك اللمسة تؤكد مشاعرنا فأنظر وراء هاي الكرت أكد لهذا الشخص ركز على هذا الشخص وأكد له دائما طول الوقت أنه دائما محتاج التأكيد دائما محتاج من نوع اللي محتاج يدري أنه أنت سعيد معه أنه أنت تحبه أنه هو أولويتك أنه أنت مستعد أنه يدخل حياتك فدايما عطى لغرين لايت الضوء الأخضر وأكد له